طيب هنروح لنجمتنا مايار شريف نجمة النادي الاهلي للتنس الارضي ونجمة منتخب مصر وصلت الدور التاني في بطولة كولينا للتنس بتشيلي زي ما انتوا شايفين مايار ما شاء الله اسبانيا فرنسا تشيلي ألمانيا وهي دي التنس الارضي وكذلك لسكواش بتروح اي حتة وفي اي بطولة عشان تجمع النقاط مايار شريف لعبة منتخبنا الوطني ونجمة النادي الاهلي للتنس الارضي تأهلت للدور الثاني من بطولة كولينا للدولية للتنس والتي تلعب في تشيلي مايار كسبت في الدور الأول لعب التشيلي بمجموعتين للاشيء وجدت لتاج الأشوات 6-0-6-0 وده استكمال طبعا لمساية انتصارات يمكن مايار قابلها أول الموسم سوق حظ بإصابة في مشت القدم ولكن تعافت منها ورجعت عملت إنجاز كبير بحصولها على أحد البطولات الكبرى في أوروبا وتقدمت فيه التصنيف بشكل كبير هي طبعا دلوقتي بتحاول تخش في التصنيف أعلى وأعلى يمكن أنس نجمتنا الكبيرة التونسية يمكن ماشي نفس المشوار عادي تقرب 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 لغاية ما بقت دلوقتي مصنفة التالتة عالميا وده حاجة يعني إن شاء الله نتمنها الميار ميار قادرة على ذلك وبتشتغل وبتكد وبتتعب يمكن الحلقة القابلة اللي فاتت كان معنا والدتها وقال دي كلمت عن إخلاصها والباشن اللي عندها والرغبة إنها حاجة لبلدها والنفسها طبعا هنروح للسكواش من التلس الأرض للسكواش أنت عارفين عندنا اليومين دول بتلاعب بطولة العالم للجامعات في السكواش ومصر بتصدفها وبتلاعب على ملاعب مدينتي طبعا بيشارك عندنا اتنين من لعبة النادي الأهلي في هذه البطولة مصطفى عسل وسنة إبراهيم والحمد لله ماشيين بشكل جاي جدا وصعدوا لدور النصف النهائي وإن شاء الله يعني بإذن الله بيصيروا بخطة سبتة نحو الدهب إن شاء الله مصطفى عسل وسنة إبراهيم لعبة منتخبنا الوطني ونجوم النادي الأهلي في السكواش صعدوا لقبل نهاية بطولة العالم للجامعات والتي بتتلعب في الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر اللي احنا فيه مصطفى عسل كان بدأ مشواره في البطولة والفاوز على بطل هنكونج 3-0 وبعدين فاز على بطل جنوب أفريقيا في دورة 8 بنفس النتيجة مصطفى يلعب قبل النهاية مع زميله في المنتخب ونجم نادي ودي دجلة يحيى التوساني ولو رحنا لسنة إبراهيم فازت في دورة 16 عباطة هولندا 3-0 وبعدين كسبت بطولة فرنسا بنفس النتيجة وسنة هتلعب في نصف النهائي مع بطرة أسبانيا زي ما حضركم شايفين ده طبعا نكملنا مصطفى عسل وخلينا أقول لكم أن مصطفى عسل وسنة إبراهيم أقوى المرشحين الحقيقة لهذه البطولة وزي ما شايفين يعني مفيش منافسين ده يدل أن سنة إبراهيم على سنة الزغير ما شاء الله يعني خدت خطوات كبيرة في عالم السكواش ونفس الكلام بالنسبة للمصطفى اللي يعتبر في سنة تانية يا جمعة يعني أصدق لكم أن برغم من سنهم الزغير ولكن هم بيلعبوا في البيس إيه أو رابطة المحترفين للسكواش ومصطفى عسل تارت العالم وسنة أتصور ترتيبها دلوقتي بيتحسن لأنها بتشارك بشكل مستمر كان عندها يمكن إصابة في وجبتها عطلتها شوية ولكن الاتنين ماشيين بخطة سابتة إن شاء الله نحو قمة السكواش في العالم فطبعا بطولة زي دي مهمة جدا والبطولة دي الحقيقة يعني قرابت أو قرابت على الانتهاء وإن شاء الله مصطفى عسل وسنة إبراهيم يفوز بيها بإذن الله كده خلصنا أخبارنا في داخل جندان نادي الأهلي خلينا نروح للأخبار المحلية أخبارنا المحلية تبتدي بالريشة الطائرة ناشئوا الريشة الطائرة يصلون إلى الكويت المشاركة في البطولة العربية والحقيقة يعني إقامة بطولة العربية للريشة الطائرة ده حاجة تسعدنا وحاجة جيدة لأنه البطولات العربية أو دخول طبعا الأشقاء العرب لهذه البطولة بقوة بيدل البطولة دي زخم منتخبنا الوطن الريشة الطائرة وصل إمبارح الكويت عشان يشارك في بطولة العربية للناشئين ولا تتلاقي في الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر اللي احنا فيه البعثة بتضم 12 لعب ولعبة كريم وائل عبد الحكيم أبو بكر زكريا عبدالقادر أبو بكر زكريا عبدالقادر فاطمة محمد ربيع فريدة محمد فكري تحت 15 سنة ومعهم الرباعي سيف عمر عادل محمد حجازي جنة الغمري مريم علي تحت 17 سنة أما فريدة 19 فبيضم يوسف محمد معازي شام جنة الوزيري ريم حسين البطولة بيشارك فيها 12 دولة وهم السعودية الإمارات البحرين قطر لبنان العراء الأردن سوريا فلسطيني الجزائر مصر بالإضافة إلى الكويت البلد المستضيف خلينا أقول لكم أنه الريشة الطائرة في مصر بتاخد قفزات جيدة والاحتكاج ده مهم جدا احتكاج بكل المدارس وكل المستويات ده بيساعدك يمكن لعبة مش محتاجة إمكانات كبيرة جدا في موارستها وفرصة كويسة أنها تخش مع الألعاب الفردية اللي احنا متميز فيها زي رفع الأثقال زي السكواش زي الكراتي زي الألعاب الفردية اللي مصر فيها في التصنيفات العالمية عالية فرصة كويسة ريشة الطائرة بيبقى يعني دايما بيكون يعني إمكاناتها قليلة أو مش بحتاج إمكانات كبيرة عشان طلعها منتخب نتمنى طبعا أنهم يحققوا مزيد من الإنجازات وكل التوفيق اليوم في البطولة العربية نشيقوا الريشة الطائرة طيب مصر تخسر احنا خلينا أقول لكم قبل مقول الخبر كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فريق الكرة الطائرة جلوس وبيلعبوا بطولة العالم دلوقتي ويمكن الميديا مش ميدياهم حقهم وإحنا دايما ختمنا بيهم الحلقة اللي فاتت وكانوا عملوا إنجاز وطلعوا دور الستاشر وكنت قلت لحضراتكم لما طلعوا دور الستاشر كأول المجموعة بفضل الله كسبوا الستاشر وبفضل الله كسبوا دور التمانية ولعبوا قبل النهائي ولكن خسروا قبل النهائي وهيلعبوا على البرونز ان شاء الله طبعا بلقول لهم ألف مبروك إنجاز كبير جدا وصلكوا قبل النهائي نبقى من أعظم أو أكبر أربع دول في الكرة الطائرة يعني جلوس الحقيقة حاجة يعني جيدة جدا ومناسبة اللعب البوسنة على المدالية الذهبية خلينا أقول لحضراتكم التفاصيل منتخبنا الوطن الأول للرجال لكرة الطائرة لذوي القدوات الخاصة جلوس هيلعب بكرة على المدالية البرونزية في بطولة العالم والتي بتتلعب دلوقتي في عاصمة البوسنة والهارسك سراييفو في الفترة من 14 نوفمبر اللي احنا فيه منتخب كان خسر قدام منتخب البوسنة واللي هو واحد من أكبر منتخبات لا يمكن احنا خسرنا بالبوسنة طبعا صاحب الأرض وصاحب الجمهور وبكرة الثالث والرابع خسرنا 3-0 منتخبنا كان صعد لقبل النهاية بعد تصدر المجموعة الرابعة بعد فوزوا على كل من هولندا ووكرانيا ورواندا بنتيجة 3-0 وبعدين كسبنا بولندا بنفس النتيجة وبعدين فوزنا على ألمانيا 3-1 في دور الثمانية منتخبنا بيشارك البطولة دي ببعثة مكوننا من 12 لعب وهم هشام الشويخ وحمادة حسن نقول 12 بطل مش لعبا خلينا نقول 12 بطل هشام الشويخ وحمادة حسن وشعبان خاطر وأحمد سليمان وأحمد عامر وحسن مسعود والسيد موسى وأحمد زكري وزكريا أيوب ومحمد أبو يزيد ومطاوع أبو الخير وأنور عبد الرحمن ومعام جهاز فني بيتكون من الدكتور وجيه حمدي رئيس الجهاز محمد رؤوف مدير فني محمد بشير مدرب عام الدكتور سامح السيد طبيب الدكتور عادل عرفات رئيس للبعثة ألف مبروك للمنتخب الحقيقة إنجاز كبير يمكن إحنا النهاردة ضمنين على الأقل رابع العالم اللي لم يكن إن شاء الله برونزية بكرة ربنا وفقهم وعايز أقول لكم إن ده إنجاز كبير بنبارك للاتحاد البرالينبي طبعا للكرة الطائرة وبنبارك للعبين إنجاز كبير جدا الحقيقة تخيلوا عندك منتخب رابع عالم منتخب بيحققوا إنجاز زيهم زي كرة اليد دي مثلا لحقق رابع عالم حسنا بنتكلم على منتخب الميديا مش بيدي لحقه ولكن إحنا هنا في برنامج الأبطال ده دورنا إن إحنا نجيب لكم الأبطال ونحط الدوق عليهم ألف مبروك وبننتظر إن شاء الله عودتهم بفرغ الصبر عشان حقيقة نحتفل بيهم ونحتفل بينجازهم الكبير